علشان تمشت الدهان على الدوكو محتاج تجهز الالوان المناسبة من دهانات الدوكو المسمى العلمي لها النيترو سلولوس في الخطوة دي هنستخدم اصفر دوكو مع بون دوكو وبابت امزوجهم مع بعض بنسبة ادي بنسبة واحد دوكو مضاف اليه ربع بون فاتح واضافة المخفف السريع او المزيب السريع او مخفف اكريلك بنسبة من واحد لواحد يعني وليكن لو بتستخدم واحد كيلو من الالوان اللي بنخلطها مع بعض بتضيف عليها واحد كيلو بس من المزيب السريع تمام كده وبستخدم مسدس الدهانات وببدأ ارش طبقتين لغاية مصدر الباب الكامل او قطعة الاساس اللي حبت اشتغل عليها تمام كده طيب بالنسبة للمسدس الدهانات لو عايز تشوف خطوات استخدام المسدس ده حسبولك في البطار اللي هتظهر لك فوق طيب هل ممكن نستبدل دهانات الدوكو بدهانات زيتية بطيئة الجفاف علشان نستخدم الفرشة والرولة ايوة نعم ممكن تستخدم الفرشة والرولة وتدهن دهانات زيتية بطيئة الجفاف احنا عملنا الخطوات دي ايضا على باب خشب من التأسيس للتشطيب عملنا في فيديو سابق على القناة الفيديو ده حسبولك في البطار اللي هتظهر لك فوق تمام كده طبعا بعد ما رشينا طبقتين او تلات طبقات او سطرنا قطعة الاساس بالكامل بطرق الدوكو تقريبا ساعة وفي الخطوة دي باستخدم دهان زيتي بطيئة الجفاف عبارة عن اصفر وبن واسود وباستخدم معاهم مزيب بطيئة الجفاف بنسبة دي الالوان المستخدمة باستخدم هنا اصفر على واحد بني وباستخدم معاهم ربع كيلو اسود لكيه مطفي تمام كده طيب النسب دي بضيف عليهم تنر بارد قد ايه بنسبة خمسين في المية فقط تمام طيب اللكيه ممكن يشد معاك او يجف معاك بسرعة فالافضل هنا انك تستخدم معاهم جليز او تستخدم معاهم زيت مغلي بنسبة عشرين في المية وتبدأ تضيفهم عليهم تمام كده طبعا زيت المغلي او الجليز له اسماء مختلفة ببعض الدول شاركونا في التعليقات بالنسبة لإسم الجليز في دولتك اسمه ايه او بالنسبة لزيت المغلي تمام طبعا انا جبت هنا قطعة شاشة وبدأت امشط الباب بالكامل زي ما احتراطكم شايفين كده وفي الخطوة دي بجيب فرشة الدهانات وببدأ اخف الزيادة اللي موجودة على الباب يعني الباب في حفر لطر ببدأ اخفه باستخدام الفرشة علشان ابدأ اجيب ليفة الاطباق وابدأ امشط على الدوكو بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي يعني حاجة جميلة جدا تسنينة حلوة جدا ممكن تنفذ الخطوات دي على باب خشب او اي كتعة اساس خشبي مدهونة سابقا طبعا الباب اللي حضراتكم شايفينه زي ما وضحت لكم في بداية الفيديو احنا عملنينه فيديو كامل من التأسيس للتشطيب الفيديو ده هسيبولك في شاشة النهاية زي ما حضراتكم شايفين ده كده شكل التسنين على الباب او التمشيط على الدوكو يعني حاجة جميلة جدا وده كده شكل الباب بعد الكفاف يعني حاجة راقية جدا طبعا المرحلة دي وراها مراحل بعد كده اتمنى اكون افتتك من خلال فيديو النهاردة ما تنسوش دعوات كلنا بالتوفيق اللهم اجزي خيرا في الدنيا والاخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته